السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيد أن أبقاكم متابعين الكرام الأوفية في مقطع جديد يتعلق بتطبيقات الكتابية صفحة 108 من كتاب واحد الكلمات لغة العربية وقبل أن أبدأ أدعوكم إلى الاشتراك وتشجيل في قناتنا لتتوصلوا إن شاء الله بكل جديد نعم ولا تنسونا من صالح الدعاء نبدأ أقرأ النص قراءة صامتة ثم أكمل ضبطه بالشكل التام نعم عادل ذلك الطفل هادئ الطبعي حاد الذكاء المتفوق في دراسته متعدد الهوايات إلى أنه مولع بالحاسوب ينشط هناك بأحد النوادي الإعلامية ويستعين في بيته بحاسوب أسرته قرر الأب يوما منع ابنه من أن يشغل الحاسوب المنزلية خشية أن تتراجع نتائجه وحرصا على سلامة تلك البرامج الشخصية التي خزنها الوالد في ذاكرة ذاك الحاسوب لكن عادلا استطاع إقناع والده بالتراجع عن ذلك القرار إذن بالنسبة لشكل هذه الكلمات فشكلها هو على الشكل التالي يمكنكم أن نقله ويستعين في بيته قرر الأب يوما منع خزنها الوالد إذن هذا بالنسبة للشكل نعم أسئلة الفهم أفهم كم هواية لعادل لماذا منع الأب وابنه من تشغيل الحاسوب الجواب ديالنا هو كالتالي هوايات عادل متعددة نعم تفقنا؟ ها هي عندنا متعدد الهوايات يعني متعددة منع الأب وابنه من تشغيل الحاسوب خشية أن تتراجع نتائجه يعني منعه باش ما يستخدمه مش الحاسوب باش ما تتراجعش النتائج دياله ويدعب في القراية دياله تفقنا هالجواب ديالنا في النص باش دعقله عليه خشية أن تتراجع نتائجه نعم ثم مكون الصرف وتحويل السؤال الأول أستخرج من النص أسماء الإشارة ثم أبين على ما يدل كل منهما مطلوب مني أنه يستخرج أسماء إشارة الموجودة في هذا النص وهذا ما سنقوم به إن شاء الله رفقتها بعضنا البعض نعم عنا أولا عنا ذلك نعم وعنا كذلك عنا تلك وعنا كذلك هناك هذا اسم إشارة للمكان تفقنا حتى هذا من أسماء الإشارة للمكان ممكن أننا نضيفه وعنا ذاك الحاسوب إذن هذه أسماء الإشارة لعنا هذه مكررة ذلك تفقنا هذه كلمة مكررة إذن على ماذا تدل نعم نعم الجواب دي أنه ذلك يدل على البعيد المذكر والمفرد تلك يدل على البعيد المؤنث المفرد ذاك يدل على البعيد المذكر المفرد وممكن أن نضيفه حتى هناك نعم تدل على المكان في البعيد إذن المكان هنا في القريب كنقول هنا ولكن في البعيد وحي مكان هناك إذن السؤال الثاني أحول الجملة التالية بحسب المطلوب ذلك الطفل يحبه الحاسوبة نعم عندنا الطفلان الحاسوبة يحبون الجمع الحاسوبة وهنا المفرد دي المؤنث الطفلة والحاسوبة إذن الجواب دينا هذان الطفلان يحبان الحاسوبة هؤلاء يحبون الحاسوبة هذه الطفلة تحب الحاسوبة إذن هذا هو الجواب دي اللي نطلعه بالله تعليكم ثم لدينا مكوين التراكب مكوين التراكب فيه ثلاث أسئلة السؤال الأول استخرج من النص جملتين فعليتين المفعول به في إحداه ما ظاهر إحداه ما عفوا وفي الأخرى ظامير هذا السؤال سهل نطلق مني نستخرج جود الجمل الأولى يكون مفعول به ظاهر يعني اسم منصوب والتانية سيكون عبارة عن ظامير نعم نعود للنص اللي نبحث عن هذه الجملة نعم نبدأ من بداية النص نعم عنا نيا نعم عنا هذه الجملة قرر الأب يوما منع قرر هذه الجملة قرر الأب يوما نعم إذن المفعول به هنا يعني عنا الفعل وعنا الفاعل وعنا المفعول به طفقنا وعنا الكلمة الثانية ده بغنا نبحثه على الجملة التي يعني فيها المفعول به عبارة عن ظامير نعم 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 أكتبوهم بالطريقة هذه نعم عنا مفعول به ظاهر قرر الأب يوما ومفعول به ضمير خزنها المفعول به وهذا اللي قدرت لكم استهند هذا هو المفعول به اتفقنا ثم الآن السؤال الموالي عنا عنا أحول حسب المطلوب كما في المثال اشترته اشترت السائحة الخزفة هنا زاروه وهنا زين الخزفي المزهرية نعم إذن اللي حولنا هذه الجملة من زارة الفعل أولا الفعل مثلا سنضر زارة هذا هو الفعل زارة من زارة يعني شكون مثلا الأصدقاء نضر الأصدقاء من زارة الأصدقاء مثلا المريضة أو صديقهم زار الأصدقاء صديق هذا هو المفعول به تفقنا إذن زار الأصدقاء صديقهم إذن ها احنا يردنا الجملة كما هو مطلوب هنا زين الخزفي المزهرية إذا حذفنا الخزفي وحذفنا المزهرية غنعوضهم بالها إذن غنقول زينها هذا الفعل والمفعول به زينها همزيا ثم أن أعرب خزنها الوالد ومطلعوني أنا لنعرب هذه الجملة نعم إذن خزن خزنها نعم خزن هو فعل ماضي وها مفعول به ضمير الوالد هو فاعل مرفوع وعلى ما ترفعه الظمة الظاهرة على آخره طفقنا نعم الآن عند الإملاء أعطي كلمة تتوسطها همزة على الو وفقا للآتي مضمومة وما قبلها مضموم مضمومة وما قبلها ساكن مضمومة وما قبلها مفتوح مضمومة وما قبلها مد بالآلف مضمومة وما قبلها مضموم ساكنة وما قبلها مضموم نعم الجواب دي لي هو على الشكل التالي نعم عنا رؤوس مرؤوس يأوب تفاؤل مؤجل ويؤثر إذن الآن مكوي الإنتاج أعبر في فقرة بجمل فعلية وإسمية أتصور فيها ما أقنع به عادل والده لغير موقفه إذن مثلا هنا لكن عادلا استطاع إقناع والده بالتراجع عن ذلك القرار حينما أخبر أباه أن الحاسوب مفيد وله مزايا كثيرة فالحاسوب يساعد على تحسين المستوى الدراسي وتقريب وتسهيل المعلومات للتلاميذ دون أدنى صعوبة إذن هذا كان كل ما يتعلق بدرسنا لهذا اليوم الخاص بالتطبيقة الكتابية تجدون هذا الدرس اللاحق بداياتي في عالم الصحافة في المقطع التي تظهر لكم وإلى اللقاء